إلى مؤتمر مصر الاقتصادي حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تحرص على زيادة مساهمة القطاع الخاص بكل نواحي الاقتصاد وخلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة ضمن المؤتمر الاقتصادي مصر عشرين اثنين وعشرين أكد مدبولي أن الدولة تواجه تحديا كبيرا وهو زيادة السكانية أكد على حرص الدولة المصرية على تمكين وزيادة يعني هنقدر نقول زيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري واسمحوا لي أقولها بمنتهى الشفيفية يعني أنا تعمت أننا لما كنا بنعرض مبارح على تتبع أربعين سنة من الاقتصاد المصري أن احنا نؤكد أن الدولة المصرية المفروض تنمو كل سنة بأضعاف مضعفة لحجم النمو اللي هي التنمو بسبب حاجة واحدة تحدي كبير جدا اسمه زيادة السكانية جايز لو ما كانش عندنا زيادة سكانية وثبات وثبات في عدد السكان زي دول كثيرة جدا كان من الوارد جدا أن لا يكون هناك احتياج لاستثمارات جديدة ولا تدفقات على أساس أنه ممكن يكون مصر الاقتصاد لنوع من التشبع وحجم التواجد بقى بيغطي عدد سكان ترجمة نانسي قنقر